فعندنا أنواع من تساقط الشعر عندنا السقوط الحاد وفيه سقوط مزمن وفيه اللي هو سعلبة وفيه سقوط غريب جدا وهو مرض مناعي أسيبك منه ده دلوقتي لكن فيه سقوط بقى الحاد والسقوط المزمن والسعلبة الحاد هو أول واحد سقوط المفاجئ أول واحد اللي هو الحاد أنا متخيلة هتقول لنا أنه فيه مثلا سقوط متوسط ما فيش متوسط حاد ومزمن وبعدين بعد كده فيه السعلبة اللي هو سقوط المفاجئ وبعدين بعد كده فيه طبعا الصلاع وبعدين فيه مرض جديد هو مش جديد هو موجود من زمان بس ممكنش عند أعرف له علاج ده مرض تاني جديد خالص بيبتدي الشعر يرجع لورا في الستات بالذات يعني صلاع ويحصل يرجع بطريقة غريبة لورا ويحصل زي تلايف في الجدور ما يطلعش تاني ده بوسي لو هنا زمان مش عارفين نعالج محدش كان عارف المرض ده إيه كانش عارف العلاق ابتدينا دلوقتي نعرف لأن احنا كل يوم فيه تطور جديد في العلم فكل يوم بتقدر يتعرف لحاجاتك ترجمة نانسي قنقر